الله أكبر سماشر الله الله دائم يا سماشر دائم ارحب مرحباكم يا شباب كيف الحال معكم انا سئو الشيخ العرب فيديو جديد فورتنايت توري الزومبي نزلوني اشياء جديدة للعبة اخيرا شخصية وسلاح بو السلاح البو الحالية انا ماسكو هذا هو السلاح البو والشخصية حاليا اللي انا بلعب فيها فيا اشياء جديدة توري الزوم لا نطول عليكم الفيديو خلينا بالمراجعة للشخصية في هذا الفيديو متجر شيخ العرب اكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت توري الزوم بحسبات توري الزوم بالقديمي اللي بتعطي في باكس فول اكسيز مع الاميل حسبات باتر ريال نادري مع الاميل اضطرابات فوري الزوم بفول بيرك في ال144 اسلاح اللي في ال144 فول بيرك بالاضافة لجميع موارد توري الزومبي متوفر حاليا جميع طرق الدفع فهلا وسهلا فيكم في متجر شيخ العرب بالنسبة للأيتم شوب ما نزل لدينا اشي جديد في اليفنت ايتم رجعنا سلاح ثرد ريال صراحة تعبان وكناص جميل ولكن الضرب فيه بطيء جدا ودمجه ليس العالي كثير ولكن هو سلاح 600 ذهب اشتري لانو مرجعش لو هو سلاح ايتم شوب فقط فشتري من اليفنت ايتم مش غلط الباكيات شرحنا عنه سابقا ولكن اهم اشي للناس الاجداد على ما بتعبه فيديوهات الاسبوعية في الناس سلاح البلازمات اكد انك اشتري شخصيات الايبك والاضافة الى سبكتر البليد هذول اهم ثلاث شغلات موجودة حاليا في اليفنت ايتم في الويكل ايتم صراحة تعبان هذا الاسبوع لا نزلونا ولا سيرفايفر ليجندري بس لا نزلونا ريبتايد تعبان برضو اكد انك تشتري لجندر فراكس الايبك ومارد تطوير بالاضافة الى بركات تطوير الاسلحة المهام الاسبوعية حقية السوبر شارج او فائق الشحن نزل لدينا اسلاح فائق الشحن 10 مهام الوضع بحقية السملي اذا انك ادعنا 10 مهام الوضع كمع ذلك اذا لم يوجد عندك المهمة بالاساس فنالانك تجد ان تخلص مهام رئيسي لتوري الزومبي لانه الصفحات ومهام توائم او كمم التوائم بالاضافة الى الدرع العاصف العاشر لكمم التوائم لكي تظهر هذه المهمة لـ بالنسبة الى بركات الشخصية مهم انه في كل شخصية في توري الزومبي كستاندر بيرك أنه لما تضرب انت ثرينغ ستار إذا حطيتها مش كشخصية ثانوية بجمد الزومبي لمدة 4 ثمانية إذا حطيتها كشخصية رئيسية بجمد الزومبي لما تضرب عليه النجوم هاي بشخصية النينجا بجمد الزومبي بالإضافة لما تضربه ميلي دامج يعني أي شيء بالسيف في دراغون سلاش هذا انفجار بنوعه ووتر دامج مقداره 167 ووتر بيس دامج فقد قتل كل الزومبي الحواليين المجمد وبإضافة بيقلل المجمد فهي من نسبة للبركات للشخصية نرى معكم داخل الجامبلية كيف أداها كيف ممكن تحصل على الشخصية حاليا الشخصية نازل عنا في إيفنت جديد اللي هو نزلونا إياه اللي هو هند تايتن هند تايتن عبارة عن صفحة واحدة تلات مهام عادة بأخذش منك أبو أقل من ساعة أنك تعمل تلات مهام سهلات وجميلات وسماش اللي شفتوه في بداية الفيديو كان من ضمن المهام هاي فإش جديد عنا لطور الزومبي فالمهمة الثانية لما تخلصها بأطوك البو إن شاء الله سأعمل له مراجعة على الفيديو الجاي وهذا الفيديو اللي احنا عاملين مراجعة للشخصية فهي المهمة الثالثة نجرب بركات الشخصية بشكل أفضل فهي تابعتها ثلاثة سلاش دراغون سلاش ثرونج ستار وهي البركات المتخصصة والكيرساند كيك اللي ما حدا بيستخدمها فهي بالنسبة لشخصيات قدرة ثرونج ستار رمي النجوم هاي أقوى شخصية برمي النجوم أداءها بالكل آتي رح نقتل اللي عنا رح نقتل بعيون بس عن طريق هذا الزومبي اللي هون فجمده زي هيك أوكي طرع كده دم مصار ديم 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 وجمدناه كمان مرة وضربنا هيك هاي مال يعني وتقريبا وان تاب أنا لحالي بالجيم فلا بيكون دمجها مش عاعل ما يمكن ولكن اذا كان معي حدا بيكون دمج أكوى مني الخطة الثانية الانكابنت اللي قدامنا رح نحاول نخلصها بذربي وحدي فهاي وكلك فعلا الشخصية هاي بثرونج صار او بي جدا فنفائل الانكابنت هاي الانكابنت صغير ما بنزل فيها مستمنصر فالمفروضة تسكنوا عنا جيدة يطلع الخليم يتجمعوا بس يتجمعوا 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 اوكي اي هاذا هون ديم كما المرة يتجمدوا ايه ميش اوكي عشان يمشلد ها ديم استكلم ايقا يقضر شف الشفر شفر الاركام كريما خلصناها نقدر ان نخرج بضربة واحدة لو مانا مكون الجامعة عالا نشوف في زومبي نجرب على سماشر هل علي راح تقدر تقتل الى السماشر وان عن طريق snow يتجمعوا ايه عيال يا عيال سماشر طلع مش مخلك يتحرك طلع 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 اسماشر ثلع شو عامل فيه دايم طلعه طلعه و نرجع فردد عمله هاي و هي كَبْل مَ تخلص بذرب هيك بعد جمجه بستنى اربع ثوانه كَبْل مَ تخلص بذرب هيك بعد جمجه طلعه كبْل لن تحرق بالمرة شوف 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 الثاني كَبْلا تخلص مَ رفع بذربه كمال مرة بستنى إذا ما تضرب بذربه مليه بجمجه هس هو حيموت المفروض بذرب هيك مات إيزي 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 في الناس 10 ثاني نشوف إحنا إياكم كيف الأداء رح يكون هنا تعالي 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 أوكي دم جميل يا عيال شفتو مات دايم دايمي على الشخصية يعيح حصلوها إذا أنت ساحب عطار الزوم بشايف هذا الفيديو فوت إلعاب حصل الشخصية وطلع شخصية جدا أوبي ولسه مش عاملة الهير لوداوت الأسطوري دايم فعلا فعلا أبليتياتها أسطورية ولسه أنا إذا بدي أزيد دمج الأبليتي بروح على ترتيبة الناجين اللي عنده بزيد دمج الأبليتي بيجي عندنا الأداء أسطوري فنشوف زي هنا مثلا الزوم بتجمع أوكي داعي تعالي مثلا زي هذا الزوم بتجمع أوماي قاعد أوماي قاعد أوماي قاعد شوف الدمج مكبره فعلا الشخصية أوبي فعلا أسطوري من قصار بشخصية النينجا صار ممكن يلعب فيها زمان ساحبين عليها ولكن مع هاي الشخصية صراحة اللي عاملها فنان ناكو سماشر غاية راح نجرب إحنا إياكم كمان مرة ندمجه نجمده وخلوش يتحرك فالشخصية هاي للكنترول للخريطة جيدة بس ما بعرف إذا عالمست من قصار بتجمد ولكن أعتقد ما بتجمد أوكي نشوف هاي سماشر من قصار نقدر نجمده من هون أشوف لا فيها فيه لها ريني محدد أوكي 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 تعال 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 نوب 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 ناوب نوب نوب نب 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 طب بالمرة بالمرة بحكيش طلع طول الوقت مجمد خلال 24 ساعة بجمد هاي كله خلص إيج إنفينيتي 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 ولعب اللي تهاية ما بتأخذش كثير إنفينيتي وما تبقى تفكي التجميد إذا ضربته زيق وإذا ضربته دايم دايم والله والله دايم طب حظاكم ما تربكى ما حدو او ماي كاد او ماي تعال 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 بس أنا بدي أدوم بثاني أدمج هذا فيه نهيل نفيت وضعنا كيف حالك أسمع شهر كيف حالك أسمع شهر جي جي يا عيال هايش شخصية جدا اوبية فعلا منصحكم فيها وهيك تكريبا كانت مراجعة الفيديو كامل لإنها في فطور الزومبي للشخصية إن شاء الله بكرة نحمل الفيديو عن البو البو الجديد اللي نزل عندنا فهيك وصلنا نهاية الفيديو بسماو حابب أشكر كل شخص مستخدم كود الآيتم شوب اسلاي شكرا للكم من القلب للقلب اشتركوا في القناة